موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بعد الفيديو الجديد والذي طلبتوه بشكل كبير بالتعليقات على الفيديوهات اللي قبل موسيقى واليوم راح اقدم لكم مقارنة بين هواوي P20 Pro وهواوي Mate 10 Pro ومقارنة الاداء بينهم اكتشفت فعلا ان الموضوع محير خاصة ان الهاتفين يتشابهون بشكل كبير مثلا من ناحية مجموعة كبيرة من المواصفات لو بنتكلم عن المعالج الرام وغيرها من المواصفات اللهم في فروقات بسيطة لذلك خلونا نبدأ الان بالفروقات وبعدها باختبارات الاداء والبداية مع اختلاف بسيط بالابعاد بين الهاتفين وكذلك في فرق ملاحظ من ناحية التصميم سواء من الامام او الخلف او مكان البصمة وكذلك السمك في هاتف P20 Pro انحف بشي بسيط جدا وهو يأتي ب7.8 ملي بينما Mate 10 Pro 7.9 ملي والوزن فيه فرق بسيط ايضا لصالح Mate 10 Pro فهو اخف بوزن 178 جرام بينما P20 Pro 180 كذلك حجم الشاشة والدقة فيهم فرق بسيط جدا عندنا P20 Pro اكبر وهي 6.1 انش وال Mate 10 Pro 6 انش وكلهم نفس النوع ولكن يتفوق P20 Pro بنظام تشغيل احدث وهو اندرويد 8.1 اوريو كذلك بوجود خصائص وتقنيات افضل مثل فتح القفل بالوجه واما الفرق الاهم عندنا هنا وهي الكاميرا فعندك الكاميرا الامامية والخلفية يتفوق فيها P20 Pro وبوجود ثلاث كاميرات بالخلف ودقة الاربعين ميجابيكسل وكذلك الامامية بدقة الاربع عشرين ميجابيكسل هذه الان اهم الفرقات بين الهاتفين واما الباقي فهم متشابهين بشكل كبير سواء من ناحية تقنيات الصوت والبطارية وغيرها من المواصفات ولذلك الان بننتقل لاختبارات الاداء البداية مع اختبار تشغيل الجهاز والان سكرت الجهازين وشغلتهم بنفس الوقت وبنشوف من يشتغل معنا اول ونلاحظ هنا ان P20 Pro اشتغل اول وبفرق واضح عن Mate 10 Pro والان بننتقل لاختبار التطبيقات وبنجرب ثلاث تطبيقات ونشوف مين يتفوق فيهم والبداية مع تويتر ونقول بسم الله ونلاحظ انه مفتحوا معنا بنفس الوقت والان بنجرب انستجرام وفتحوا معنا بنفس الوقت ولكن حمله تطبيق اسرع بالP20 Pro طيب نشوف الان تطبيق الاتصال وبرضه افتحوا معنا بنفس الوقت وبكذا نتيجة هالاختبار بتروح للP20 Pro عشان التحميل الاسرع للانستجرام ولو انه فرق بسيط جدا 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 طيب الان نجرب اختبار الالعاب ونقول بسم الله واشتغلت اللعبة معنا بالMate 10 Pro اول وبفرق بسيط ايضا والان بننتقل الاختبار المتصفح عن طريق جوجل كروم ونفتح موقع نيو تيك ونشوف مين يحمل الصفحة اول الP20 Pro حملها اول وبفارق بسيط بعد طيب الان وصلنا الاختبار البنشمارك واللي بيختبر لنا امور كثيرة من ناحية الوالجها وثري دي والرام وتعامل الجهاز مع التطبيقات والمعالج وغيرها من الاختبارات ثم بيعطينا نتيجة نهائية واللي بنعتمد عليها هنا وكالعادي مثل ما تشوفتم تسريع الفيديو عشان يخلص بسرعة ولكن استغربت هنا انه تطبيق البنشمارك اول ما اشتغل كان على الP20 Pro فيه تقريبا مشكلة بالتعرف على ابعاد الشاشة واول الاختبار صاير بالعرض مو بالطول والان نشوف هواوي انتهى اول مع نتيجة 190,097 نقطة والMate 10 Pro خلص الان ولكن مع نتيجة اعلى وهي 191,923 نقطة وكذا التفوق هنا للMate 10 Pro وصلنا الاختبار الكاميرا وهنا اقدر اقولك ان التفوق واضح وبدون جدال للP20 Pro لان هذه هي اهم ميزة بالهاتف سواء من ناحية التقنيات الموجودة يعني نتكلم عن الدقة وعدد الكاميرات اللي واحدة منهم تصور 40 ميجابيكسل او ميزة التقريب اللي صارت تدعم 3x بصري و5x هايبرد بينما الMate 10 Pro 2x فقط او حتى ميزة التصوير البطيب 960 فريم وكذلك التطوير على ميزة البورتري واضافة 3D لايتنج والتي بتعطيك تحكم بالصور ومميزات اكثر الصور البورتري وهذه كلها غير موجودة بهواميت 10 Pro وبالفعل بتفرق معك اثناء التصوير طيب نجي الان الاختبار البطارية وهنا كلهم ببطارية 4000 ميلي امبير وصراحة من الاستخدام ما لاحظت اي فرق بينهم بشكل كبير كلهم تقريبا قدموا لي 7 ساعات تشغيل للشاشة بالاستخدام المكثرة فحتى البطارية هنا عندنا بتكون تعادل واخيرا نجي الفرق السعر في هواوي P20 Pro متوفر بسعر 2899 ريال وامامات البرو نسخة 128 جيجا بايت والتي سوينا عليها الاختبار اليوم بسعر 2450 ريال يعني الفرق بالسعر 450 ريال تقريبا نتكلم عن 120 دولار وبكذا تكون مقارنة الاداء انتات ولو تلاحظ اليوم كلمة السر كانت فرق بسيط جدا او فرق بسيط وفعلا يعني نلاحظ من الاختبارات يمكن الفرق الكبير كان من ناحية الكاميرا تفوق فيها P20 Pro وحتى لو جيت تشوف مثلا فرق السعر ما اشوف انه يعني فرق كبير جدا يعني 120 دولار فرق بسيط ولكن بالاخير كل مستخدم اكيد انه بيشوف حاجته وبيشوف ميزانيته وبعد كذا بيختار الحاتف المناسب له اتمنى ان هذا الفيديو افادكم واجاب على الاستفسارات اللي كثير سألتوني عنها وطلبتوا بهذه المقارنة لا تنسون الاشتراك واللايك ونشر هذا الفيديو في كل مكان سواء واتساب تليجرام تويتر فيسبوك اي مكان تقدر عليه واشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم